مرحبا فيكم حبايك ببرج الحمل اكتر اشتقتلكم بحبكم. اه اليوم رح تكون قراءة توقعات لاهم الامور اللي ممكن تكون يعني بشكل عام. فخلينا نشوف برج الحمل. شو اكتر شي مسيطر على هاي الفترة? الباين ورق اه حلو. خلينا نسحب عشان بيقول لك لبرج الحمل يعني يكون حقيقي بالنسبة اه لا لك. اه وكأنك يا برج الحمل لك فترة اه ما عم تتواصل او ما عندك الوقت عشان تتواصل مع روحك الداخلية مع طاقتك الكامنة اللي جواتك. اه بيقول لك كون حقيقي مع حالك. يعني وكأنك عم بتكون بعيد اه عن اه عن نفسك عن حاجاتك حاجياتك اه عم بتفكر يمكن اه باللي حواليك. هلا بنشوف الورق شو بيقولنا. اه بس بيقولنا انه ما تضحك على حالك. هذا الكرت بيقول لبرج الحمل ما تضحك اه على حالك. يمكن فيه اه خبرية مو صح او امور اه كنت انت مرتب عليها شغلات اه ما كانت اه صح فا اه بيقول لك انه اكتر اشي اه كون بهاي الفترة حقيقي مع حالك وما توهم حالك بامور مش موجودة. وفعلا بالقراءات السابقة طلع لبرج الحمل كتير في عنده او هام او اه خلينا نقول اكاذيب اه شغلات كانت اه تطلع بطريقه. وخاصة مع الشريك او شركاء العمل. اه خلينا نشوف شو ممكن يكون في بعقله الباطن. يعني مرة واحدة. ازا اه برج الحمل بس خلينا نشوف طاقته في هاي الفترة كيف رح تكون معقول تكون. اه طاقة برج الحمل بما انه تعبان اه له فترة. طاقته لبرج الحمل بهاي الفترة رح يكون اه اللي هو مش مقدام. اه ما رح يكون مقدام بهاي الفترة. وانه ياخد اه خطوات رح يكون شوي اه خلينا نقول بدرس كتير الخطوات. وهاي عكس طبيعة اه برج الحمل. برج الحمل اه الشي اللي مقتنع فيه واه وحابه يعني بيعمله بسهولة بياخد القرارات بسهولة. وانسان مسؤول يعني. بس بهاي الفترة رح يكون متحفز اه في فترة اه ثلاث اشهر رح يكون اه في دور المتلقي. اه خلينا نقول ما في مبادرات اه في خوف من موضوع اه معين. اه رح شوي يعني ياخد خطوة للورا. بالنسبة لطاقته. اه عنده شعور اه بخلينا نقول بنقل انعزال. اه او انه اكتشف اه رح يكتشف موضوع اه معين يخليه يبعد عن الاجواء. عكس طبعا كمان اه خلينا نقول عكس. اه طبيعة برج الحمل. برج الحمل يعني بيحب كتير اه يكون اجتماعي وكزا. فا اه بهاي الفترة رح يكون اه طاقته عبارة عن انه رح ياخد خطوة للورا. رح يستنى من الاخرى هي اللي تبادر. اه رح يكون اه بعيد نوعا ما يعني بيحاول يختفي اه شوي من الاجواء او من اه يعني بشكل عام. اه مو شرط مع الشريك اه او اه مع الحبيب اه او العاطفة بشكل عام حتى بالحياة الاجتماعية انا شايفة من الورا انه برج الحمل شوي رح يحاول ينسحب ويختفي شوي عن الصورة. اه بده يكون لحاله خلينا نقول اه فترة اه يعني اه تأمل اه فترة شوي زعل عم يزعل وعم يبفكر في اشياء اه سابقة اه مش هو السبب فيها ولكن عم بيحاول عم بيحاول انه اه يعني شو بدي اوصفها انه يجلد نفس عنده اه جلد الذات اه هاي الفترة كتير كبير فزعلانا انا بنبرج الحمل ليش عم بيفكر بهاي الطريقة اه عم بعد يعني الاكواب المسكوبة مع انه في اكواب اه واقفة في فرص اه قدامه عم بشوف في فرصتين قدامه لبرج اه الحمل من الناحية خلينا نقول العملية اكتر من العاطفية اه فرصتين حلوين لبرج الحمل ممكن انه اه يطلقط بوحدة منهم على فكرة في واحدة منهم كان له فترة اه طويلة عم بيحكي مع حدا او عم بيحاول اه خلينا نقول اه يتواصل مع اه حدا مهم حدا مسؤول اه علشان يزبط له هذا الموضوع اه بس انا شايفة في هذا في هذا الوقت في التلات اشهر هدول معقول كتير خاصة بالشهر التاني اه خلينا نتفق انه تلات اشهر هم تمانية تسعة عشرة فا اه بشهر تسعة معقول كتير انها تتبلور هاي الفرصة وتكون اه بين ايديك لبرج اه الحمل في فرصتين راح تختار الفرصة اللي من اه واحدة منهم فعم بشوفك كتير اه يعني من بعد اه التعب كتير عم بتكون اه مبسوط اه من ناحية العمل ايضا في ترقي في العمل في اه فكرة جديدة كنت لك فترة عم بتأجلها بتأجل بتأجل ولكن هاي الفترة راح اه يعني راح تطبق هذا الموضوع اما يكون اه ريسيرج او انا شايفة فكرة موضوع فيه ابداع فيه فن فيه يعني مشروع خلينا نقول اه على الصعيد العملي راح اه يتبلور في هاي الفترة ورح يعني كيف اه برج الحمل راح يلمع نجمه اه في هاي الفترة اه من الناحية العاطفية اه عم بشوف برج الحمل عم بزعل اه على اه خلينا نقول على الشريك او فيه شوية زعل مع الشريك مع انه مش مبين انه فيه اه اه انا بحكي بشكل عام اه يعني اه مو شرط منفصلين او 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 على علاقة بشكل عام اه الشريكة عم بيكون شوي بعيد اه عم بيكون مع حدا تاني اه فيه فرصة تانية راح تكون لبرج الحمل فرصة رائعة جدا اه لبرج الحمل حتى العزاب منهم والمنفصلين كمان راح تكون فيه اه فرصة كتير حلوة اه شخص اه خلينا نقول على تناغم على هارموني اه معك اه راح يظهر اه فجأة ممكن باجواء الشغل ممكن بي اه لقاءات مع الاصحاب او كزا بس انا شايف فيه جمعة يعني فيه فيه جمعة حتتعرف اه عليها فيها على هذا الشخص اه الجديد اه راح يكون شوي شبهك لبرج الحمل اه بتحسوا انه بتعرفوا من فترة طويلة خلينا نقول اه للمنفصلين من برج الحمل شايف هاي الفترة فيه كتير احتمال كبير انه يصير اه فيه مصالحة خلينا نقول ولكن من طرفك انت يا برج الحمل اه مع انه انا شفت انه اه طاقتك هاي الفترة اه ما اخذ خطوة لورا وما عم تكون اه مقدام او ما عم تعطي اه خلينا نقول خطوات لكن شايفيتك بالورق اللي سحبنا انه انه انت معقول انه تاخد خطوة ناحية اه الحبيب وشايف حتى اللبس نفسه حتى الافكار راح تكون كتير متقاربة اه الحبيب راح يكون عم بستنى يعني على على نار انا شايفي عم بستنى بفارر الصبر لحتى برج الحمل اه يحكي معه فيعني حلو كتير اه شايفي فيه كتير اه تناغم هاي الفترة بيناتكم اه شايفي انه بعض العوائق اللي كانت موجودة او اللي انتو يعني مركزين عليها بالفترة الماضية هي انا ما بشوفها عوائق ابدا اه لانه كل علاقة عاطفية الا ما يكون فيها يعني بعض الامور اللي يعني مش متماشية مع اله مع الشي اللي بدنا اياه ولكن شايفي انه اه هاي الفروقات او هاي الامور الصغيرة او خلينا نحكي الاشخاص اللي اه واقفين في طريق هاي العلاقة راح شوي خف دورهم شايفي فيه لقاءات اه متعددة لبرج الحمل مع الحبيب اه حتى لو كان يعني على علاقة او منفصل اه بكل الحالتين اه راح يكون فيه تواصل حلو كتير هاي الفترة اه تنغم فيه ترابط اه روحي اه فيه اتفاق على اه امور كان قبل اه عم بتشاجروا عليها عم بتشاجروا عليها انت والشريك يا برج الحمل لكن هاي الفترة عم بشوف كتير اه فيه خلينا نقول اه تتفقوا مع بعض راح تعدوا راح تتفقوا مع بعض اه الشخص اللي اه كتير كان ماخد موقف من برج الحمل راح يكون اه خلينا نقول اه راح يكون اقل حدية من الفترة الماضية شفنا الشريك بالقراءة الماضية الشريك لبرج الحمل كان على يعني حدية وعلى اه عصبية معينة لكن بالفترة اللي قلنا عليها راح يكون فيه اه اللي هو لين من الطرفين الطرفين راح يحاولوا انه يمشوا المركب ويودوا العلاقة لمطرح حلو عاطفيا عم بشوف كروت كتير حلوة لبرج الحمل اه شايفة فيه يعني انتو ستينين راح تنتصروا على العوائق او على شخص على الاقل كان واقف اه يعني كان واقف اه موجود اه بعيق هذا الحب او بعيق هاي العلاقة اه عم بشوف اه شريكك يا برج الحمل متلقط فيك يعني وكتير شريك اه ففيه تبادل مشاعر عم بشوف اه من برج الحمل ومن الطرف الاخر عم بشوف نفس اه الاقبال او نفس الحب اه نفس اه الافكار بالفترة اه الجاي شي حلو كتير اه بالعقل الباطن لبرج الحمل اه اه راح يكون كتير مترقب وعم يفكر بموضوع معين ان كان على الصعيد العملي او العاطفي اه او حتى الصحي يعني مترقب موضوع معين وهذا الموضوع راح يصير بالزبط متل ما بدك في الشهر التاني اللي هو شهر التسعة اه راح يكون اه خلينا نقول متبلور او موجود اه اه مثل ما بدك وزيادة مبين انه اه راح يصير في خلينا نقول اه اللي هي تسهيلات اه لهذا الموضوع انه يصير اه عم بشوفك يا برج الحمل متخوف كتير من هذا الموضوع ولكن اه شايف انه خوفك مش بمحله ابدا اه بالنسبة للفيري كار طلعت لك اه ايدنتيتي اه بيقولك عبر عن حالك اكتر اه يعني حتى قدام الاشخاص اه اللي ما بيعرفوك قدم احلى اه ما عندك هاي الفترة لانه يعني اه مبين من الطاقة ومن الاوراق انه اه راح تكون في فرص كتير حلوة من العاطفة ومن العمل اه حتى الصحة عم بشوفها اه رايحة من اه ما كان كتير صعب من ما كان كتير اه خلينا نقول اه صحة ما كانت اه اه اوكي يمكن الصحة النفسية مشرط اه بس اه عضويا اه لكن رايحة للمطرح الحلو شايفة عم تهتم منيح بمصلحتك اه بصحتك اه اه ايدنتيتي بيقولك انه كون انت على قد اه ما تقدر اه كنت بالفترة الماضية يا برج الحمل عم بتحاول اه ترضي اطراف كتير اه ساعة بدك ترضي فلان وساعة بدك ترضي فلان والشريك من جهة والشغل من جهة اه لا بيقولك انت عبر بس عن اه شخصيتك وعن هويتك اللي انت اه يعني طلع الاشياء اللي جواتك لبرا خلي العالم اه تشوفها ورح ينبهروا بهاي الفترة بشخصية برج الحمل اه عم بشوف وكتير عم يهتم في حاله من بعد اه فترة شوي اهمال اه اه وخاصة بنات اه الحمل رح يغيروا يمكن لون شعرهم اه رح يكون في تغيير بالستايل يمكن اه اكتر اشي وبيقولك اه اه كن صريح كتير مع حالك ازا اهم اشي اه انت يا برج الحمل في هاي الفترة اه خلينا نشوف اوراكلز اه بيقولك انه نفس الشغلة يمكن اللي طلعت لنا قبل شوي بالوراء اه بيقولك انه الشغلة اللي كنت ترسم عليها اه اه طويلة او حلمك اه ممكن يتحقق بهاي الفترة ولكن اه بدون يعني تحريك منك وفعلا طاقتك بهذا الشهر طلعت لنا انه ما فيه اللي هو مبادرات او ما فيه خلينا نقول اه وكنه يعني برج الحمل مل كتير من المبادرات مل كتير من انه يحرك هو الامور با اه بس بالفترة الجاي رح يكون شوي جامد اه وهذا لمصلحتك يا برج الحمل لانه ازا حكيت رح تسعل اه ناس كتير فشايف اه يعني كروت حلوة عم بقولك اه انه اه انت بتقدر انك تتغلب على اي اشي والشي اللي انت بدك ايا اللي قلنا عنه اللي اه عم تحلم فيه الى فترة اه طويلة ممكن كتير انه يتحقق بهاي الفترة خلينا نشوف نصيحة لبرج الحمل بهاي الفترة عم بشوفك يا برج الحمل اه عم اه اه او بنصحك اه الوراء انه تجمع معلومات انه تأول اللي عندك اياهم اه يمكن بخصوص المشروع الجديد اللي قلنا عنه بده ينفتح او بدك تفتحه او شراكة ممكن تفكر فيها اه رح تتبلور بهاي الفترة ولكن بقولك علشان تكون انت على اتم استعداد اه على يعني لتلقي هذا الموضوع او لعمل هذا الموضوع اه لازم تقوي شوي اللي عندك لازم تجمع كل المعلومات اه اللي خلينا نقول المشروع محتاجها اه وكمان انا شايفة بالوراء فيه شريك بالعمل او فيه شخص ممكن تشتغل معه اه مو شرط اتنين تفتحه شركة ممكن تكونه على نفس بالشغل اه الجديد اللي قلنا عنه او بالقديم حتى اه فبيقولك انه جمع معلومات كمان عن هذا الشخل اه لانه يعني فيه شغلات رح تكون مخفية عنك فحاول انك اه اتدور على على اكتر اه يعني معلومات ممكنة اه في هاي الفترة نشوف الرومانس بقولك علشان تاخد اه قراراتك اسال نفسك اه الغرض الالهي او خلينا نقول اه اه انت عم تكون شوي بعيد يا برج الحمل عن اه الغرض الالهي من وجودك اه او اه يعني ربنا لكل شخص اه باعته اه في هالدنيا يعني علشان يعمل رسالة معينة احيانا بيكتشفها الشخص وبيعملها فعلا واحيانا بعيش الشخص وبيموت وما بعرف شو هاي الرسالة اللي مطلوب منه انه يأديها او الغرض الالهي فبيقولك فكر في هذا اه الموضوع يمكن من ناحية اه ممكن انك اه تساعد الناس ممكن ازا عندك اه خلينا نقول اه من ربنا انه اه تشافي الناس او اه تسعد الناس اه قوم بهذا الاشي بيقولك بس ركز على هذا الغرض اللي انت اساسا مخلوق علشانه يا برج الحمل اه ما تضلك يعني كتير مشغول في امور الحياة الامور اليومية والحياة اليومية كون خلينا نقول اه شوي تقعد مع حالك اه تعرف اه كيف تسمع لعقلك الباطن اه شو بيطلب منك اه شو انت بتعطيش وهو بيعطيك فهون عم بيقولنا كمان انه افرح اه انبسط اه كيبت كيرفول اه كالرفول اه يعني بيقولك اه يعني خلي العالم من حوالك ملون اه افرح انبسط بكفي الحالة اللي انت كنت عايش فيها اه فترة اه وال والعزلة اللي بتحاول هذا الشهر انك تنعزل اه رح تحاول انك تنعزل في هذا الفترة لانه طلعتنا طاقتك اه يا برج الحمل عم بتحاول انعزل فيقولك لا اه بالعكس اه خليها كلها الوان اه من حولك والحياة حلوة رح تكون فا اه لا ما ما بيحتاج انه تنعزل يا برج الحمل كون اه على تواصل مع اللي حواليك اه اللي حواليك هم اللي عنك وخاصة اه الشريك لو كان في اه شريك بقولك الاشياء اللي انت حضرتها او عملتها او تعبت عليها من اه قبل اه رح تكون او اه الوفرة اه رح تكون موجودة في الفترة الجاي نتيجة اه ثمار هذا الاشي اللي انت تعبت علشانه اه طبعا هذا الاشي ممكن يكون على اي صعيد يعني مو شرط يعني ممكن عاطفة عمل كزا اه كل واحد بيعرف اكتر بي اه ظروفه لكن بيقولك النتائج رح تشوفها اه بهاي الفترة او شايفيتك طالع فوق عند الامار و اه يعني حياة ملائكية رح تكون هاي الفترة اه ان شاء الله يعني كل الورق اه طلع حلو لبرج الحمل فما في داعي اه اه لا الزعل يا برج الحمل ولا الانعزال ازا كنت ناوي تنعزل فبالعكس الورق بيقولك ما تنعزل لانه احلى الفرص ممكن تجيك هاي الفترة شوفنا فرص فيه بالعمال بالعاطفة شوفنا الصحة حلوة الحمدلله فما فيه ابدا يعني مبرر انك تكون زعلان الا ازا كنت نكدي الا ازا انت كنت عم بتدور على اه الزعل هاي الفترة بيقولك انه رح تلاقي الوضوح اكتر بالهدوء يعني حاول تخلق جو شوي هادي من حواليك اه زي ما قلنا قبل شوي اه حاول تخلق اه جو من التسامح اه السامح هاي الفترة يا برج الحمل شفت انه فيه بالقراءات الماضية فيه ناس غلطوا في حقك وكزا فبيقولك انه التسامح هو اه الحل ازا اه بينصحك بالهدوء والتسامح والنقاش بخلينا نقول اه بيروية بدون انه نعصب اه احنا بنعرف برج الحمل شوي منفعل شوي عصبي فهاي الفترة لا بنصحك انه اه الامور عشان تتوضح قدامك اه والحقائق اه تظهر والاوهام اه او الاكاذيب تنكشف لازم انت تكون كتير هادي ازا كنت عصبي على العكس تماما ما رح تكتشف اشي ولا رح اه يكون فيه فرصة حتى انك اه 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 اتصالح الحبيب زي ما قلنا او اه انك تتلقى اي شيء فبيقولك وكأنه بقولك اعمل 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 اه حاول انك اه تخلق اجواء هادية اه من حواليك الامل موجود وبرضو هذا الكرت يعني خلينا نقول اه فيه كتير امل فيه كتير تواصل روحي رح يكون بينك وبين اشخاص معينين يعني ترابط اه روحي اه رهيب وازا بعتت اه مسجات اه او تخاطر او مسجات روحية رح توصل اه كتير منيح في هادي اه الفترة اخر شيء لبرج الحمل بقولك خليها على الله يعني اترك الامر اطلقها من اه من تفكيرك من طاقتك طاقتك عم بتكون شوي منخفضة هذا هاي الفترة فبيقولك اه يعني واكأنك يا برج الحمل عم بتشيل كل الهموم او فيه احمال كتير او مسؤوليات كتير على راسك فبيقولك اتركها على الله وهي بتنشي لحالها والكروت كلها مبشرة فلشو لشو الزعل ما في داعي انه نزعل اه وعشان ترفع طاقتك اه يا برج الحمل اه بدك بدك اه خاصة يعني ممكن يكون كمان باجواء الطبيعة ممكن تكون اه حلو كتير اه لإلك بهاي الفترة اه ممكن اللي هو التخاطر مع الحبيب رح يفيد كتير حتى التخاطر مع اشخاص اخرين على صعيد العمل ممكن انه يفيدك وممكن انه اه تحصل من وراه على فوائد اه معينة اه هاي الفترة رح يكون في عندك صفاء دهني خلينا نقول بشكل اه رهيب بشكل كبير اه ممكن انه تستغل هذا الموضوع في انك اه ترسل مسجات روحية للاشخاص اللي بدك اياهم وليكن مسؤول في العمل اه اه او الشريك او اي اه ايا كان اه وهاي المسجات رح توصل لانه طاقتك رح تكون كتير اه هادية رح تكون عكس ما كنت اه او عكس طبيعتك اه يا برج الحمال عكس طبيعتك رح تكون بالفترة الجاي او انت رح تحاول تكون عكس طبيعتك لانه يمكن لانه شفت انه طبيعتك الاصلية او اه كيف انت بتتصرف اه ما عم يجي بلك النتائج اللي بدك اياها شايفيتك عم بتحاول تتغير شوي بتفكيرك اه اه وبالامور اللي كنت تتفكر فيها بخلينا نقول وان وي باتجاه واحد بطريقة واحدة هلا عم بشوفك بتفكر بالموضوع بطريقة وثنتين وثلاثة واربعة فكروت كتير حلوة لبرج اه الحمل اكتر شيء الطاقات اه اللي مبينة عندي ترابية اه مائية نارية هدول اكتر وبرضو فيه هوائية يعني كل الابراج لكن اكتر هم اه المائية والترابية المائية والترابية هم اكتر اشي اه مبين وبرضو فيه هوائية خلينا نقول بنفس القدر اه فاللي عم تتعامل معاهم اكتر اشي عم يكونوا من هذا من هاي الطاقات اه على فكرة يا جماعة الطاقات يعني مو شرط تكون برج الشخص الطاقات ممكن تكون طاقتك انت يعني طاقتك اه ممكن احيانا انت تكون حمل اه طاقتك تكون في فترة من الفترات هوائية اه عم بتكون مزاجة شوي عم بتكون مبدع شوي عم بتكون يعني صفات الابراج الهوائية فالطاقة مختلفة شوي عن الابراج اه بس ممكن تاخدوها طبعا كبرج فالطاقات اللي ظهرت معانا اه اكتر ترجمة نانسي قنقر